هنا سوف نتعرف على طريقة وكيفية حال المشكل إلغاء اتجاه مسح العمودي نقوم بالضغط ن kr achter بعدها سوف نقوم بالضغط ن التفاعل ومهارات بعدها سوف نقوم بالضغط ن المفاتيح أم من ثم سوف نقوم بالضغط نعال الضبط بدأ سوف نقوم بالضغط على إدارة خيارة قائمة وبعدها سوف نقوم بالضغط على الضغط من ثم سوف نقوم بالضغط على تغيير اتجاه المسح العمودي بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تغيير اتجاه المسح العمودي وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونرىكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله